اشتركوا في القناة كل الذين يعانون من سحر تعطيل الزواج يبحثون عن العلامات الهامة للشفاء طيب كل الذين يعانون من سحر تعطيل الزواج يبحثون عن العلامات الهامة للشفاء من هذا السحر اللعين الذي أدى لتعطيل الزواج سحر تعطيل الزواج وكيف يكون العلاج؟ هل هو مجرب أم صحيح؟ هل من الممكن أن نعمل سحر تعطيل الزواج للرجل وليس للمرأة وهل هناك أي وسيلة لعلاج سحر تعطيل الزواج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق عنه فالبحث وراء العلاج هي من المسائل الهامة التي يبحث عنها جميع الناس لكن المشكل هو الإنسان يقع في أمور وهذا الذي وصلني عبر الرسائل فالإنسان يقع في أمور والله أحبابي الكرام يذمي لها القلب هناك بعض الأخوات تتواصل مع أناس يطلبون منها الملابس أو شيء من ملابسها الداخلية حتى بمفهومهم يعني يبطل السحر وطريقة هؤلاء لا تبطل السحر بل تزيل الطين بالله وليس في الشرع أن يعالج السحر بالسحر وأن السحر حرام أن يتعالج إذن لا يجوز أن نعالج السحر بالسحر فالإنسان المصاب بسحر تعطيل الزواج أو أي سحر كيفما كان فأحسن طريقة للعلاج هي التقرب إلى الله عز وجل وما ابتلاك الله إلا ليرفع قدره وما ابتلاك الله إلا ليحبك العبد إذا ابتلاه الله عز وجل أحبه العبد إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى فقد أحبه هذه هي المسائل الضرورية في هذا السحر اللعين هذه هي المسائل الضرورية في هذا السحر اللعين العبد إذا ابتلاه الله أحبه فرجاء أحبابي الكرام الإنسان الذي يريد أن يتعالج يبحث عن إنسان يعالجه بشرع الله سبحانه وتعالى إن لم تجد فعالج نفسك بنفسك واصبر على ما أصابك فكثير من الإخوة والأخوات وقعوا في مشاكل والله خطرة جدا منهم من وقعت في مشكلة الاغتصاب وهذا الذي وصلني منهم من وقعت في مشكلة الاغتصاب حتى ذهبت كما يسمي نفسه أنه المعالج كذا وكذا وكذا فقال لا سنكتب لك في بطنك حجاب أو حرز أو في الصدر حجاب أو حرز أو بين الأكتف حجاب أو حرز لتكون مقبولة بين الرجال لتكون مقبولة بين الرجال وهذا خطأ فاذح جدا وهذا خطأ فاذح جدا فالإنسان الذي مصاب بسحر أو أي نوع من السحر فوالله يا أخي يا أختي والله التقرب إلى رب العالمين هو أفضل وسيلة للعلاج إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى فكن أكيد أنك ستتعالج في أقرب وقت بإذن الله عز وجل وإن بحت عن أمور شركية أو ذبائح لغير الله عز وجل فعلاجك سيطول ومدة مرضك ستطول لأنك ذهبت في الطريق الخطأ واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت الاستقامة في العلاج هي الأصل أسأل الله أن يبعد عننا وعنكم الداء والبلاء وأن يعافينا ويعافيكم إنه لي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة